السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم وعملين ايه اهلا بيكم في فكر جديد النهاردة هنعمل مع بعض الفراغ بطريقة جميلة جدا ومميزة اوي الطريقة دي بطريقة حماتي جميلة اوي بحبها اوي تعملها بالطريقة دي لما بكون عندها جميلة وبجد يعني جربوها هتعجبكم جدا جدا معايا هنا لوريك انا بستخدم لوريك دايما في في الاكل مش بعمل فرخة كاملة وهي الفراخ هنا متبلة انا بجيبها جهازة متبلة ولو مايش متبلة ما فيش اي مشكلة ومعايي هنا حليب حوالي هنا كيلو لاربع من الحليب والبهرات معايا بصل بودرة وتم بودرة وكاري وخلطة مستردو معايا زنجبيل وبصل وفلفل اسود اللي هي البهرات بتاعة اللحمة والكمون ومعايي هنا التوم حبدأ بقى لنفشر التوم كده حبشر كل التوم زي ما قلتلكم الفراخ لو مش متبلة عادي يعني هي ما تبقاش قسلا متبلة بس انا قريدي الفراخ عندي بيجيبها متبلة فيعني بستخدمها خلاص في اي وصفة انا بعملها وجميل جدا لما بتشتري الفراخ وعايزت تخزينيها في التلاجة في الفريزر قصدي لما بتتبلها ما بتبقاش لها اي راح الزفرة وقت الاكل تبقى جميلة خالص فده برضو حاجة بتبقى كويسة جدا هنا جبت الحليب هو كيلو لربع من الحليب حطيت عليهم التوم وحطيت عليهم التوابل وحقلبهم كويس جدا مع بعض وحبدأ بقى اللي انا هحطهم على الليوراك هزبط الملح هحطهم على الليوراك واسيبهم من آآ من بالليل آآ بتفرق جدا في الطعم لما بسيبيهم من بالليل آآ بياخدوا آآ بتبقى طعمها حلوة جدا والليوراك كده بتتشرب آآ من آآ من الصوس اللي احنا عاملينه ده بس هحطهم عليها كده لو ما عنديكيش وقت ممكن تعمليها قبلها بآآ باربح ساعات قبل ما تدخليها الفرن يعني قبل ما تسويها فبرحتك يعني بس هنا بقى هزبط بس الليوراك كده عشان كلها تبقى موجودة في آآ في الحليف كويس محافظة اللي انا عاملها بالسكينة كلها كده بنفس الشكل ما شايفينه ده عشان آآ يعني آآ آآ الصوس ده يدخل فيها كده من جوه وتبقى طعمة يعني بتبقى طعمة جدا لما بتعملها كده حامل بقى كل الوراك بنفس الشكل ده الطريقة دي مميزة جدا يعني بجد حلوة قوي وعندي ولادي بيحبوها جدا يعني جربوها يا بجد يعني حق التجربة يعني جميلة قوي بس هغطيها بقى واسيبها زي ما قلتلكم آآ آآ لبالليل انا هنا كحاسية اللي الحليب بتاعها مش تقيل فزودتها كمان شوية يعني هي خدت تقريبا كده كيلو من الحليب ممكن تستبدال الحليب بزبادي او آآ بلابا ريب عادي يعني الاتنين آآ كويسين بس هغطيها بقى وحطها زي ما قلتلكم في التلاجة خلاص هي خلاص كده طلعت من التلاجة حبدأ بقى اللي انا حطها في الصينية ورصها كده جنب بعضها وحط بقى عليها الحليب اللي انا عاملاه ده وحطها في الفرن هي مش بتاخد في الفرن كتير بتاخد حوالي نص ساعة يعني من نص ساعة لساعة لربع كده مش بتاخد كتير خلص وبعلي عليها الفرن ومبقى حطاش عشان بك بحطها من تحت ولما تكون يعني اللصوص بتاعها تقل شوية بروح قلبها على الجهة التانية عشان تستوي من الجهتين كويس يعني قلبتها كده مرتين قلبتها من الجهة التانية خادت يعني استوت من الجهة الجهتين وبعدين روحت قلبتها بنفس الجهة ديت عشان تاخد وش كده تحت الشوية بس هدخلها بقى الفرن شايفين الحليب يعني ايه نفس كده تخلي الحليب يكون مغطيها بنفس الشكل ده هي خلاص كده طلعت من الفرن ما خدتش وقت كتير وجميلة جدا ورحت شغلت الشوية عليها عشان تاخد وش عملت جنبها روز بالشعرية طبعا انت لو وقت بعملي جنبها روز معمر بتبقى جميلة جدا برضو وعملت جنبها آآ فاصولية عملت جنبها اي حاجة يعني انت حبيها حلوة قوي جربوها هتعجبكم جدا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة